عاجل تفاصيل قيام الدول العربية بالوقوف بجانب مصر والسودان ضد سد النهضة وعاجل تفاصيل مستشار الرئيس السيسي يعلق على تهديد قناة أجدود الإسرائيلية لمصر وصدمة كشف عن تفاصيل فيديو وقاعة التحرش بطفل داخل عربة قطار وهام جدا السفارة المصرية في ليبيا ترد على تعرضها لاقتحام وصريقة صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك في فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل لألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر وقطني فعلا هيفجر التعليق بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ في تفاصيل أو الخبر معنا وعاجل جدا تفاصيل قيام الدول العربية بالوقوف بجانب مصر والسودان ضد سد النهضة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي قال إن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من قبل الدول الأعضاء بالجامعة في قضية سد النهضة وأضف أن هذا الدعم هو الذي قررت مصر والسودان الحصول عليه خلال الاجتماعات التي ستقوم في الدوحة السلساء المقبل أشار زكي في اتصال هاتفي مع برنامج كلمة أخيرة والمزاع على قناة أون آي المصرية إن قطر هي دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة مبينا في الوقت نفسه أنه بعد هذا الاجتماع سيُعقد اجتماع طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة يليه اجتماعا آخر للجنة التي تشكلت في 11 يونيو لضم الأزمة التي كانت تمر بها فلسطين والمواجهات التي حدثت بين فلسطين وكان الصهيوني في قدس لفت إلى أن الحصول على الدعم في هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم سواء من الدول العربية أو أي دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة مشتدا في الوقت نفسه على أن الجانب الإثيوبي ماضي في تعنته وفي أسلوبه وقال ولكن لا يعيب الموقف المصري والسوداني في حصولهما على دعم من مختلف الأطراف الدولية وحال اكتمال هذا الدعم من الممكن وضع الموقف الإثيوبي في عزلة قد تدفعه لمراجعة حساباته المصدر معنا كان من صحيفة الشلوق أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو وقاليت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل تفاصيل مستشار الرئيس السيسي يعلق على تهديد قناة أجدود الإسرائيلية لمصر أكد مهاب مميش مستشار الرئيس السيسي لمشروعات محور قناة السويس أنه لا يوجد تهديد لقناة السويس لافتا إلى أنها قناة أولى في العالم برئيسها ورجالها في حوار مع برنامج الحكاية أوضح الفريق مهاب مميش التفاصيل قائلا كان صهيوني فكر بره أن يلغي قناة السويس وأن تدخل السفن القادمة من الجنوب ومن الشمال عن طريق خليج العقبة ثم تقوم بحفر قناة أجدود الإسرائيلية بطول 522 مترا وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية رفضت هذا المشروع لما يتكلفه من مليارات ثم فكرت في شيء آخر وهو محطة حاويات وتنزل البضاعة في إيلات ثم يتم نقل البضاعة من إيلات إلى حيفا وأجدود عن طريق السك الحديد واكتشفوا أن العملية أيضا مكلفة جدا هذا وكشف الفريق المصري أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل أسطول يضم ميد سفينة صيد وأنه تم بالفعل تحريك 12 سفينة صيد في حفل افتتاح قناة السويس في وقت قياسي أكد أنه يجب التعامل مع البحر على أنه ثروة عظيمة والاستفادة منها لزيادة الدخل القومي نبه إلى وجود مشكلة لعدم اكتمال أسطول البحر في مصر وإهمال الفترة طويلة مشيلا إلى عدم وجود اتصال بحر بين مصر والدول لقارة الإفريقية سوى خط ملاحي واحد رغم أن مصر الدولة إفريقية وأن أحد القاضى الأفارقة تحدث معه حول غياب المنتجات المصرية عن السوق الإفريقية هذا وأكد مستشار الرئيس السيسي وجود تنمية صناعية في مصر حاليا شدد على أنه يجب الاستفادة من النقل البحري لنقل هذه المنتجات إلى المناطق الجغرافية المختلفة ونقلها إلى إفريقيا المصدر معنا كان من صحيفات أخبار اليوم ويعني قناة أجدود الإسرائيلية لن تتم هذه مجرد إشاعات ولن تؤثر على قناة السويس انتقل لخبر آخر معنا وصدمة كشف عن تفاصيل فيديو وقاعة التحرش بطفل داخل عربة قطار كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد المصرية أنه تم فتح التحقيق في واقعة التحرش بطفل داخل عربة قطار على خط الصعيد يأتي ذلك بعد أن تداول عدد من الصفحات على مواقع السوشيال ميديا فيسبوك وقطع فيديو يتجاوز مدة عشر دقائق يظهر خلالها رجل أربعيني يتحرش بطفل صغير من الباع الجائلين داخل عربة أحد القطارات على خط قاهرة أسوان قال المصدر لمصراوي أن هيئة السكة فحصت الفيديو وأرسلته إلى رجال الشرطة للتعرف على مرتكب الواقع والتحديد هويته لضبطه وتحويله إلى التحقيق المصدر أضاف أن الهيئة وجهت بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات بالسكة الحديد لتجديد الرقابة على قطارات ومنع صعود أو تواجد الباع الجائلين داخلها والتعامل بشدة وحزم تجاههم إضافة إلى التوجيه بتجديد الرقابة داخل عربات القطارات من خلال أفراد الشرطة وأفراد الأمن وإدارة السكة الحديد المصدر معنا كان من مصروي وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام انتقل لخبر آخر معنا وهام جدا السفارة المصرية في ليبيا ترد على تعرضها لاقتحام وصرقة نفت البعثة الدبلوماسية المصرية الأخبار المنشورة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اقتحام السفارة المصرية في العاصمة الليبية ترابلوس وصرقة سيارات خاصة فيها رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا قال لصحيفة اليوم السابع ان السيارات الخمسة التي سرقت من مقر السفارة المصرية تعود لواقع حدثت عام 2014 قبل سبع سنوات ولم تحدث خلال الفترة الحالية أوضح ان السفارة تعمل على تسوية كافة الملفات القديمة ومنها سرقت وإتلاف السيارات خلال عام 2014 ما دفعها لتقديم طلب لشركة التأمين لصرف التعويضات علما بأن السيارات مؤمن عليها وأشار إلى أن الحديث عن السطو أو السرقة السيارات السفارة المصرية في ترابلوس مؤخرا أنباء غير دقيقة كما أوضحنا واستأنفت السفارة المصرية في ليبيا أعمالها في 21 مايو 20 و21 ما يعتبر مؤشرا على تحسن في العلاقات بين مصر وليبيا المصدر معنا كان من اليوم السابع وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر معنا وتحقيق عاجل بعد وضع حجر أساس افتتاح دورة مياه مدون عليها اسم الرئيس السيسي وزارة الأوقاف المصرية فتحت في مصر تحقيقا عاجلا في واقعة افتتاح دورة مياه مسجد الرحمة بساحل دراو التابع لمركز نقاضة بمحافظة قنى بعدما شهدت مواقع التواصل اجتماعي حالة من الجدل قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف أنه جاري رفع اللوحة وإحالة متسبب للتحقيق فيما حذفت الصفحة الرسمية لمحافظة قنى صورة اللافتة المرفقة مع البيانة الصادر بشأن افتتاح أربع مساجد كانت الصفحة الرسمية لمحافظة قنى على مواقع التواصل اجتماعي فيسبوك نشرت بيانا عن افتتاح أربع مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة مالية بلغت واحد وثمانية من عشر مليون جنيه أوضح البيان أنه جر افتتاح مساجد الرحمة بساحل دراو التابع لمركز نقاضة على مساحة 75 متر بتكلفة 300 ألف جنيه والعطيق بطريق مصر أسوان بمركز ديشنا على مساحة 140 مترا مربعا بتكلفة 290 ألف جنيه وابو بكر الصديق بقرية أبو عموري التابع لمركز نجع حمادي على مساحة 360 مترا بتكلفة 860 ألف جنيه وأبو القاسم وشهرته العقبي بمركز قوس على مساحة 320 مترا بتكلفة 350 ألف جنيه أرفقت الصفحة مع البيان مجموعة من سور الافتتاح كان من بينها لوحة حجر أساس لافتتاح دورة مياه وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع المسؤولين إلى حث فيها من الصفحة الرسمية وفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الأوقاف المصدر معنا كامل الوطن وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا أي إي بي على فيسبوك وليتيوب بنفس الاسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته